طبعا كلام كتير جدا بيقال حوالين طرق السفر والنصائح بس أكيد نصيحة أو نصائح سفير جمهورية مصر العربية لكل مشجع عايز يجي يدعم ويشجع على المنتخب بتاعنا هتكون مهمة جدا تقول ايه بقى للمشجعين المصرين اللي نوين يجوا وأنا بس عايز أبدأ بيعني ملحوظة أعتقد أنها في غاية الأهمية للجميع بيع التذاكر فقط عن طريق الإنترنت إذن التذكرة تشترى عن طريق الإنترنت الإنترنت وتسجل على موقع الفيفا وبيصدر الفان آي دي اللي هيكون هيقوم مع جواز السفر كتأشير الدخول وللتنقل داخل روسيا مهم جدا أن من سيقيم لأن المباريات المرة دي هتتلاعب في ثلاث مدن مختلفة فلو ضفنا لهم موسكو كنقطة أصول أو صفر إلا إذا حد نستخدم الطيران العرض وأعتقد أنها يكون متاحة فهيبقى عندنا أربع مدن هيتم التنقل بينهم موسكو سان بيتربورج اللي هيتلعب بالمنتخب المصري مع المنتخب الروسي كاترين بورج اللي هيتلعب مع المنتخب وروجوي وورجراد مع المنتخب السعودي من المهم جدا إذا كانت مدة الإقامة في أي من هذه المدن هتتجاوز 24 ساعة فلابد من التسجيل آه يعني المواطن المصري لو راح مثلا سان بيترسبورج وعايز إيبات يعني اللي تاني يوم لازم يسجل في مركز الشرطة بالزبط إذا كان هيبات في أوتال فالفندق هيقوم بعملية التسجيل كالعادة إنما إذا قرر يبات عند صديق أو في أي مكان آخر فيما لازم هو اللي يسجل بنفسه